الثالث لإتلاف الحضرات وذلك برعاية من دوب الأمم المتحدة للإتلاف والرئيس البرتغالي السابق جورجي سامبايو وسيركز هذا الاجتماع على إشراك دول العالم والمنظمات الدولية في نشاطات هذا الاتلاف ما سيسهم في دعم الالتزام بأهدافه التي تضم دعم الحاكمية الرشيدة والتنوع الثقافي من خلال تطبيق استراتيجيات وطنية لخدمة هذه القضايا ويذكر أن هذا الاجتماع يعقد للمرة الأولى في دولة عربية بمشاركة ممثلين عن 88 دولة و17 منظمة دولية تسعى في مجمل أهدافها إلى دعم وحماية التوازنات الاقتصادية والسياسية والثقافية فاصل قصير نواصل بعده نشرة الأخبار من التلفزيون الأردني